اشتركوا في القناة المتغير ده اسمه I هشتغل النهارده بFore هقول له Fore وافتح الأقواس بتاعتي عادي واكتب الثلاثة أجزاء بتوه Fore الجزء الأول هو الانيشيال فاليو الجزء الثاني هو الكونديشن أو الشرط بتاعي الجزء الثالث هو الانكريمنت وهنا هروح اطبع جملة عادية جدا جملة الطباعة عادية لا سيستم داد أو داد برينت هروح اطبع الI لكن الاختلاف في الجزء بتاع الI بلاس بإكوال تو طبعا نعمل الكلام ده عاملي عشان نفهمه أكتر هروح هنا وعرف متغير المتغير ده إنتجر اسمه I هروح اشتغل بFore وقول له I بإكوال زيرو وعمل السيمي كولين عشان ندخل في الجزء الثاني طالما الI أقل من خمسة هروح اعمل سيمي كولين وقول له I بلاس بلاس كل مرة اروح ازود على I واحد هفتح الكيرل بايسز واكتب جملة الطباعة system.out.println عايز اروح اطبع هطبع ايه روح اطبع الI اروح اشغل برنامج بتاعي هاتبع لين أول زيرو لحد أربع لحد الآن ما اخدناش جديد الطباعة الجديدة اللي انت عايز تشتغله النهاردة تعال عند الI كده بدل ما هي I بلاس بلاس خليها I بلاس اكوال اتنين يعني كل مرة اروح ازود على I اتنين بدل ما يزود واحد يزود اتنين هو ده الجزء اللي احنا عايزين نشرحه النهاردة فهيبدأ بزيرو طالما الI أقل من خمسة هل الزيرو أقل من خمسة؟ فعلا يبدأ يروح يعمل عملية printl I هيبدأ بزيرو هيتضبع لي أول حاجة زيرو بعد كده يروح يزود اتنين على طول طب زيرو اتنين يبقى كام اتنين هل الزيرو أقل من خمسة؟ فعلا روح يطبع الكام اتنين طيب بعد كده يروح يزود على الI اتنين طب اتنين و اتنين أربع وهكذا يبقى هيتضبع I هيطبع زيرو اتنين أربع لو انا قلت الI أقل من سبع مثلا واروح اعمل run للبرنامج بتاعي هيطبع زيرو اتنين أربعة يبقى انا كده شغال تمامي اذا انا ممكن حدد موضوع الانكريمنت اقول له I plus equal to هيبدأ يشتغل كل مرة يبدأ يعني يعمل لي عملية زيادة باتنين طب هقول له equal plus سري اذا اقدر اتحكم في عملية الانكريمنت زي ما اعايز ازود واحد ازود اتنين ازود ثلاثة زي ما اعايز اروح اشغل برنامج بتاع هيطبع لزيرو ثلاثة ستة ده بالنسبة للجزء اللي اكتعايز اخذ النهاردة في ايه في موضوع مهارات فور طيب في جزء تاني هنشتغلوه دلوقتي مع بعض ما نخلي بردو مثال هنا عندي حاجة بيسموها I minus minus يبقى بدل ما يزيد ما يكون فيه انكريمنت لا هيكون فيه عملية عكسية هيكون فيه عملية نقصان بدل ما يكون زيادة هيكون نقصان طب اعمل الكلام ده ازاي المثال عادي جدا هقوله I مثلا بدل ما بخمسة هبدأ I بدل ما I بزيرو هبدأها بخمسة هقول I بيساوي خمسة وتالما I اكبر من الزيرو روح زود روح بقى نقص من I minus minus اروح اشغل برنامج بتاعي هيتضع لي خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد ما فيش اي مشكلة خالص تعال تعال نرجع لبرنامج تاني هنا I عبارة عن متغير integer عادي جدا لسه ما هسنادتش اللي اي قيمة هنا داخل for هسناد اللي قيمة كنوا مبدئية وليكن بخمسة يبقى عندي I بخمسة طبعا ما I اكبر من الصفر كمل هل هنا الخمسة اكبر من الصفر تمام روح نقص من I كام واحد هل يبقى باربعة يبقى الاول هيروح يطبع خمسة بعد كده هيروح ينقص واحد ويطبع اربعة لان الاربعة اكبر من الصفر وهكذا يبدأ ينقص هل الثلاثة اكبر من الصفر يبدأ يطبعها هل الاثنين اكبر من الصفر يطبعها هل الواحد اكبر من الصفر يطبعها طب هل الصفر اكبر من الصفر لا يبقى يبدأ احنا كنا الاول شغالين تصاعدي المرة دي شغالين تنزلي يبقى i minus minus بابدأ نقص من قيمة i كل مرة بكام بواحد طب لو حبيت تشتغل بنفس الطريق احنا عملناها بدل ما اقوله i minus minus هقوله i minus يساوي اتنين يبقى كل مرة ينقص كام ينقص اتنين هروح عامل راني البرنامج بتاعي هقول لي خمسة تلاتة واحد طب تعاني بدأ بخمسة تعاني بدأ بعشرة وهقول له i minus equal ثلاثة كل مرة ينقص كام ثلاثة هيبقى عشرة سبعة أربعة واحد اذا انا ممكن اشتغل تصاعدي ممكن اشتغل تنزلي ما بش اي مشكلة خالص هي دي المهارات اللي احنا كنا عايزين نشرحها في موضوع اللوب عايزين كمان في موضوع اللوب عايزين ناخدوا جملة اسمها عايزين ناخدوا كلمة اسمها break break ديت انا اقدر اعمل بيها عملية ايه خروج او عملية توقف عايزة اخرج من جملة التكرار طب تخرج زي من جملة التكرار بناء على condition معين يعني مثلا في المثال دوت انا طبعا هنا بشتغل الحاجة اسمها breaking out of loops اللي هو الخروج من جملة التكرار هاخروج من جملة التكرار ازاي في المثال بتاعي هنا انا روحت اعرفت متغير المتغير ده i بي اكوال زيرو ده عبارة عن متغير انتجر هقوله طالما ان ال i اقل من الخمسة يروح يشتغل يعمل له بعادي مفيش اي مشكلة خالص في كل مرة يزود على ال i بلاس بلاس لكن هنا 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 الجزء بتاع ال i الخروج من جملة التكرار نعايزه لو روحت لقيت if i اكبر من الثلاثة روح يعمل عملية break اعمل عملية i توقف او exit يعني كاني بقول له اخرج من برنامج هنا break يعني بقول له exit او اخرج من البرنامج وفي كل مرة يروح يطبع اي قيمة li تبطعا نجرب البرنامج ده مع بعض شيل الجزء ده كده وهروح اعرف متغير المتغير ده i بي equal zero هقول له طالما ان ال i اقل من الخمسة المفروض يروح يعمل ايه هيروح يقول له system dot out dot print l in روح اطبع ال a il i وفي كل مرة روح ازود i plus plus روح ازود على i واحد علشان ما تكونش loop infinity او loop لا نهائية اروح اشغل البرنامج بتاعي هيطبع لي 0 وواحد اتنين ثلاثة اربعة ما فيش اي مشكلة خالص احنا كده كأننا بنشتغل ويل او فور ال اتنين واحد ما فيش اي مشكلة خالص طب ايه الجديد في البرنامج البرنامج اللي انا عايزة احطي فيه جديد هنا في الشغل بتاعي الجزء الجديد يعني ان انا عايزة اخرج من اللوب طب تخرج من اللوب امتى حطي لي اي شرط انت عايزه عايز مثلا اخرج من اللوب لما تكون الاي مثلا بكام اكبر من ثلاثة يبهاجي هنا هقول له ايف ايف ايه لو كانت الاي اكبر من ثلاثة اول ما تلاقي ان الاي اكبر من ثلاثة روح اعمل عملية ايه عملية break روح اخرج من البرنامج اروح اشغل البرنامج بتاعي خرج من البرنامج امتى لما الاي اصبحت اكبر من ثلاثة يعني اكبر من ثلاثة يعني اكبر من ثلاثة يعني اربعة فطبع لي زيره واحد اتنين ثلاثة بس طب اقول له نعايزة اخرج من البرنامج لما تكون الاي بقى بتساوي تساوي كام ثلاثة اروح اشغل البرنامج بتاعي فعلا قال لي زيره واحد اتنين وما جاب ليش ثلاثة طب انا عايزة اخرج من اللوب بتاعتي لما تكون الاي مثلا بتإكول إكول إتنين إيه بها يطبع الزيرو واحد كده ما فيش أي مشكلة خالص إذن الجملة دي بتمكنني أن أنا أخرج من اللوب في لحظة معينة الأهم في الجملة هو كلمة إيه كلمة بريك طبعا بعتمد على بريك ديت على شرط معين علشان يقدر ينفذ لي موضوع إيه موضوع بريك ديت هو ده موضوع الخروج من جملة إيه التكرار المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن حاجة بيسموها مؤثر الشرط أو الكونديشنال أوبريتر وبكده يكون انتهى ده السنة النهاردة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته